السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي هالنهار ان شاء الله نتكلموا له واحد نبات اللي هو في حقيقة قاتل بالنسبة للأرانب بغيت نحدركم منه في هذه الحلقة ونبينكم يعني اسمو الفرق ما بين النباتات القاتلة والنباتات الصالحة اول حاجة هو هاد النبات لاحظوا ان كين يعني النساء اللي كيمشوا والسوق يكونوا عارفين الفرق ما بين القصبر ومعدنوس انا في هذه الحلقة اش بلكون القصبر ومعدنوس بجوش يعني قادي نوركم الفرق بيناتكم وش كونه هو اللي قاتل قاتل بالنسبة للأرانب يعني كونوا متأكدين بحل الله كعطيتكم السم للأرانب وهو القصبر ماشي المعدنوس اذا نوركم الفرق ما بين القصبر والمعدنوس هانتما كين هذا شوفوا هنايا همرا مكيتشابه في القصبر والمعدنوس ولكن شوفوا هنايا المؤخرة ديال هاد الورق كتكون فيها بزاف ديال هنايا الشرشف هنايا كنقوله بحال الشرشف هنايا كتكون هنايا بالنسبة للمعدنوس شوفوا هانتما مفيش بزاف ديال الشرش بحال هادا شوفوا الفرق ما بين هادا هانتما تشوفوا ان هالطرف هادا اني القوائم دياله كتكون فيها بزاف ديال الشرشف أما المعدنوس ما كيكونش فيه بزاف دير الشراطي لاحظوا راكين وحد الفرق هانتوما كين هذا وكين هذا هذا اسميته القصبر وهذا المعدنوس هذا القصبر قاتل وهذا نافع مئة بالمئة شوف سبحان الله هاد النباتات اللي اعطاهم الناس يتيرضي بالنسبة للقصبر القصبر اللي هو هذا هذا القصبر هذا كي قصل نباتات في المدد يلي نقوله ربوع ساعة ربوع ساعة صافي كيبدال الأرناب كيغوت صافي ممكن أنه يموت أما بالنسبة يعني المعدنوس اللي هو هذا هذا المعدنوس هذا هذا راك أنكم أعطيته اتفاف اتفاف اللي هدرنا عليه في بعض الحلقات هذا مهم يعني الأنثى اللي يلاه ولدت كي يدر الحالي بوحد طريقة يعني مهولة سبحان الله إذن الحلقة دينا هاد النهار هي النباتات النباتات أي حاجة حارة يعني في الماداق ديالها عموماً أي حاجة كتكون حارة في الماداق ديالها كتكون كتأدي بحال الورقة ديال الخرشف أو الخرشف برأسه للقشور ديال القوق نحاول نجيب موضوع ديال الساعة إنها فالليامات كان الحويش ديال الربيع متاحة يعني مني كتشريه يعني بكميات بسيطة يعني نمزيان تالنباتات الخضراء نمزيان الألانب ولكن بكميات بساطة أرنا القصبر والمعدنوس القصبر والمعدنوس هذا القصبر دار مئة بالمئة المعدنوس صالح مئة بالمئة القصبر يقتل الألانب والمعدنوس كي يدر الحالب مني غيت شوفوا شي أونثة ولدت بقيتوا الصغار يطلعون زياني نصحاح ممكن أنكم تديروا لهم قبطة حال هذي مشي قاعد تترميوها لها كاملة مثلا هذي تديروا النص ديالها هذي ده بقر حزمة كتدير درهم ممكن أنكم تديروها لها في يومين كونوا متأكدين أن الحليب كي ولي الشاي تمدد ندفق عندها تباك الله مشي من القصبر ولكن المعدنوس المعدنوس بلا شك أن العيالات رام كيفرقوا ما بين القصبر والمعدنوس كذلك مربون يعني بالنسبة الرجال خصوم يفرقوا ما بين القصبر والمعدنوس يعني التايلة بغيتوا تعطيو شي يعني الحويج لكي شيطوا عليكم حاولوا أنكم تنقيوا القصبر من القصور ديال الخضرة بغيتوا تعطيو القشور ديال الخضرة من لابد ما تكون معاهم شي شوية ولو غيق غيق واحد العريش ديال القصبر القصبر إلا مشتى ضاقوا الأرنب كونوا متأكدين أنه سم قاتل بالنسبة لكي سولوا يعني اسموا كيفاش غادي نعرفوا النباتات اللي غادي نعطيوهم الأرنب سهلة منين ترتقوا بحالكة الزوحر العرش بحالكة وترتقوا هكا ودوقوا هاداك الماد يالو دوقوا هاد الماد يكون يخرج منه دوقوا إلا لقيتوا حلو را ما غادي شي غادي شي آدي لقيتوه مر غادي آدي صاف يا دي ببساطة يعني وعموما الحويج الحارة را معروفة معا سنخور شفرة حار نجيبوا الكرومب الكرومب راحنا كنا ناكله خضره وما كي ما كتجينش حرارة في فمنا يعني المكور الكرومب كيقولوا الكرومب هاداك ما كتجينش حرارة في فمنا كي ياكلوا الأرانيب يعني متخافش عليهم الخصص كذلك عبارة اني كتلقوا كتلقوا في غي مياه مياه ما هي حلو وما هي حارة الأشياء اللي كتدي الأرانيب وهي نيت تقرضوا بحده بهذا هذا راها القصبر يعني إلا مشي تتقي قصب الثاني هاد المال اللي كي يخرج منه غذي نلقاه حار يعني كي آديهم مئة بالمئة ولكن هذا مشي كي آديهم را كي قتلهم حاولوا أنكم يعني تفرل الزومة بين هادا القصبر وما عدنوس باش ما تعطيوش شي ولو عرش واحد من حال هاد الشكلة عندما عندما را باين الفرق بيناتهم هادا فيه شلاش بزاف هادا اللا فيني في الأطراف ديالهم الحلقة ديالنا هي هادي حاولوا أنكم يعني تعاملوا مع الأرانيب ديالكم بوحد دكاء يعني مني تبقوا تقدموهم شي شي يعني أوراق ديال شي نباتات حاولوا أنكم تدقوهم شي غادي تدقوا ما تاكلوهم ولكن غادي غادي تقردو العرش يعني بحال هاكا تقردوهم ودقوا باللسانكم ألقيتو حار ما تعطيو لهمش ألقيتو حلو أعطيو لهم ماشي بالداروري أنه يكون حلو ممكن أنه ما تخافيته ماذاق حل ما كيكون ما عندهمش الماذاق هادا كتو ما يعديوش ما تخافوش منه إذا الحلقة ديالنا يا هادي رأى حلقة مهمة يعني القصبر ما تعطيوش الآن نبدي لكم حلقة مهمة بزي الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيوون لازير الجيم يشاركوش معنا تكيوه إلى زر الجيم وتكيوه إلى زر الجرس كي يصلكم الجديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة